السلام عليكم ومتمنىكم بخير وعلى خير وكامل الصحة والعافية وصفة اليوم هي واحد الحرشة مالحة بنك هاد البيتزا كدش يزوينا بزاف بزاف هكا الفطور اللقود تيولا حتى العشام معا شي معا شي سوب كتكون غزالة بزاف جربوها وردو علي الخبار ويلعجبكم فيديو ما تنسونيش كتروا لي البغداج وشاركوا الوصفة مع الأهل والأحباب ويالعندوزون الوصفة نبدأ بالحوش وهي الأولى عدا ندوز المقادر ديال الحرشة الحوش هو ديال هاد الحرشة هادي نحتاجوا فيها بصلة مشندة هادي بصلة مشندة هنحتاجوا فلفلة نصف فلفلة صفرة مقطعة مربعات صغيرة نصف حبة ديال فلفلة حمراء مقطعة مربعات صغيرة وممكن نديرو حتى الفلفلة حمراء الخضرة غير انا ما متوفرش عندي كيف ممكن من تستعملوا هذه الأنواة وتستعملوا نوع واحد لنقول الفلفل الحلو الخضر نحتاجوا حبة خيزو منقية ومحكوكة نحتاجوا قصبر مع نوز تقريبا وحجو جمع القوكبان نحتاجوا الزيتون كحل مقطع رقيق نحتاجوا في العطرية شوية الملحم شوية الخرقوم شوية البزار شوية السودانية او الحارة لحسب الرغبة زيت الزيتون وطبعاً نحتاجوا طون بالزيت ممكن تختاروا اي طون كتفضله او طون مجرن في البيت المهم طون بالزيت طريقة ناخد واحد المقلة اللي غنشحر فيها هذا الكوكبان ناخد المقلة اللي غادي نديرها فوق النار هنضيع فيها زيت الزيتون غن تغلن اخدو مبضلع غادي نضيع فيها زيت الزيتون وحسنا تلاصط المعرقات كبار وغادي نضيع فوق البوطة آه ...النار كيف كتشوفو جاناً شاري البوطة نضيف المقلة ونرمي البصيلة ونرمي البصيلة ونرمي البصيلة هنخليها تشحر غيرتطح واحد شوية ونضيف لها الفلافل هنا من بعد مطاحة البصلة شوية نضيف فلافل غيرتطح ثم ونضيف نضيف فضل ونضيف حمز نضع البصار الخرقوم الملح وشوية السودانية واللحار نضع هرسة غفرات هرسة الجارية يعني الصلصة ونخلط ونخليهم حتى يصطحوا لنا مدين هنا من يتشحرت لنا المكونات سوف نضيف الزيتون الأسود سوف نضيف الزيتون نضيف أربيع ونضيف الزيتون اللي بغيتون علبة جوج ثلاثة يعني اللي بغيتون بحسب الاختيار نضيف الزيتون ونرمي هنا من نضيف الزيتون سوف نخلطوها النار طافية ونضيف الحشوة ونضيف ونضيف مقادر الحرشة مع بعض الزيتون نضيف مقادر السميدة اللي نحتاجون فيها 250 غرام السميدة رقيقة اللي نضيف بها البغرير والحرشة سوف نحتاجون شوية الملحة كيس خميرة 7 غرام معلقة كبيرة السكر سينيدة هنا نحتاجون كاس عنب ونصف الماء ونحتاجون نصف زيت المائدة نضيف زيت المائدة نضيف 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 ملحة والملحة والسكر سينيدة ونضيف الكيس خميرة 7 غرام ونضيف 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 حرشة كبيرة نضيف سميدة رقيقة ونضيف هذه المقادر نضيف معلقة كبيرة السكر الملحة كيس خميرة حلوة ونضيف الخميرة سوف نضيف الماء سوف نضيف الماء تقريباً نصف نضيف نصف نضيف انا خصني جوش كيسين عندها لان حاجتي تكون جارية شوية لان هاد الحرشة نطيبوها في الفران هذه بالنسبة الاخوات اللي يقولون لي ما كدرش لهم الحرشة مزيان في البوطة هاد مالحة نضيفها في الفران ونضيف معكم واحد الحرشة اخرى في البوطة عادية بحادية الزنقة لكن سوف نعطيكم واحد السر باش ديكم حمرة كاملة مع واحد الحيلة باش ديكم مقادة من الجناف دبع هانا هكو ستكون جارية كيف كتشوفو دبع غدين نجيب الحشوة دينا اللي خليتها بردات غدين نخلطها بمعاهد المكونات غدين نخلطهم غير بيديا انتم ما عارفين يا عزيز علي المسلحة بيديا كيف مما تعودتو معايا بحال هاكو سوف نجيب المقالة التقيلة دينا دينا الحرشة غدين ندهنها بالزيت ونرشها بسميدة ونفرغ فيها هاد الحرشة دينا كيف كتشوفو حرشة مدوزة راسها سوف تكون جارية كيف كتشوفو صافي ها هي تخلطت كاملة سوف نجيب المقالة اللي لدينا بزيت ورشها بسميدة هنا من بعد مدهنت المقالة رشيتها بسميدة كنا ناخد واحد طويسة فيها الماء وهذه نفزق ونقرص الحرشة حتى نقرص الحرشة تُقرص الحرشة ونقرص في حالة الوجه المقلعة ثم ستأخذين الخرقة سواء السميدة رقيقية ندعي من الفرقة نعرض السميدة ورقيقية ستأخذ السميدة صوت سوف ندخل الفران مسخنا على 120-120 دراجه سوف ندخل الفران شاعنا على غير من تحت حتى يتحمر الجناب وعندما نشعل على الفران تحمر ونقدموها بصحر وراحة الحرشة ملحة بالطون والفلافل والزيتون من التابط وخرجات من الفران هذا هو الشكل نهايي حرشة ملحة ملحة مغيرة على الحلوة وان شاء الله البنات الذين يريدون حرشات صغيرة في المقلة سوف ندخل وصفت حرشة صغيرة في المقلات في القناة لكن لا يوجدها فقط سوف ندخل حرشة ميروندينة وان شاء الله سوف ندخل هذه الأيام ونزلها هذه هي الحرشة من النطابة لا تنسوا لايك في الفيديو اشتركوا بقناتي قناة هيوات أم العربي باش دائما توصلوا بكل جديد نقطع لكم طريف تشوفوه من الداخل كيف يأتي نقطع لكم من الداخل تشوفوها كيف تأتي نقطع لكم من الداخل نقطع لكم من المقلات نقطع لكم من الداخل باينة باينة في الصورة انتملنا تعجبكم وتجربوها وإلا عجبتكم كيف دائما تنسوا لايك الفيديو اشتركوا بقناتي قناة هيوات أم العربي بجدائما توصلوا بكل جديد ضمتم في حفظ الله ورعايته وإلى وصفة قادمة بحول الله